السلام عليكم انا رجعت لكم فيديو جديد فيديو جديد بثاف و اجبالي جديدة بثاف لبات بوحد طريقة مميزة بنينة يعني ما غادش تحشمكو ليداتك ان شاء الله ما غادش يشبعو منها كتجي رائعة رائعة بثاف جربها لهم اردع لي الخبار احتاج اول حاجة شوية ديل مل يكون سخون ضفتل شوية زيت و شوية ديل ملحة و نسلق لبكاتلها اي نوعية كانت عندكم هنا هنها عبارت 250 جرام ديل ليبكاتل ضطت Lori 1 مقيلة عبارت فى ملحة حبه البصله حبه المطايشه شوية ديل فلفله تقريبا نصف حبه ديل فلفله وتقريبا شوية ديل فلفله و تقريبا شي ميتين و50 جرام ديل الكفتاء ديل البقري سوف نجعل المكونات كاملين يتشحرهم ثم نضيف الملحة البزار والتحمارة التوم مجفف إذا لم يكن التوم مجفف نضيف رويس التومة عادي هنا اضفت شوية الماء قريبا واحد المعلقة كبيرة و شوية الماء مزجتهم جيد و اضفت واحد المغرف الماء اللي حطيناها كالتسلق سوف نجعلهم يطيبون حتى نحصل على واحد لاصوس بهذا الشكل اللي كتشوفو معايا اضفت شوية زبدة و شوية زيت قربا معلقة كبيرة زبدة و شوية زيت كبارين و معلقة كبيرة عامرة مزيان ديال دقيق الفورس سوف نضيف شوية اللي بزار و شوية الملحة و سوف نضيف كسان الحليب سوف نضيف جميع المكونات و سوف نضيف واحد الحكة ديال القوزة اختيارية اختيارية و اضيفه و سوف نضيفه و اضيفه و اضيفه و اضيفه اختيارية سليبات كاملة تكون قيسة هذه الكفتاة لتجيب بنينة تقدروا تمزجوهم إذا أردتوا أن أفضلت ندراك على شكل طبقات تجي أحسن لا في المنظر ولا في الشكل يعني وحتى في الماداق تجي رائع هذه السوس بشامل دفتها حتى هي من الفوق نحاول أن نسرحها و نجيب شوية الفرمج اللي كان عندكم أنا عندي هنا الفرمج حمر مخلط مع شوية الموزاريلا و ندخلهم الفرن حتى تتحمر و تجيب رائع يعني وجبة ديال الغداء أو ديال العشاء خفيفة ساهلة بسيطة و البنة كان ضمنها لكم يعني على ضمانتي البنة غير جربوها و ردو عليها و ما تنسوش إلا جربتوا الوصفة ديالي تاقيوني في الانستغرام و أيضا في تيك توك و فيسبوك و إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله ما تنسونيش من تشجيعاتكم و لايكاتكم و تعالقكم الجميلة